رغم أن لا موعد محدد لإعلان التشكيلة الحكومية إلا أن المصادر المواكبة للاتصالات تتوقع ولادتها في نهاية هذا الأسبوع أو منتصف الأسبوع المقبل على أبعد تقدير لتبدأ في اللحظة ذاتها الاستقالات منها إذا بقيت الأمور على ما هي عليه اليوم وستشمل الاستقال عندها وزراء قوة ميني أدار وتكتل التغيير والإصلاح بينما ترى هذه المصادر أن لا مبرر الانسحاب وزراء وليد جنبلاط الذي ما زال يحاول حتى الساعة رعاية اتفاق حكومي المصادر تحدثت عن أن الوقت بدأ يضيق أمام كل الأطراف ولسيما رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الذي يعمل على صيغة حكومية سياسية جامعة توزع فيها الحقائب تحت سقف المداورة وبشكل لا يترك مجالا للأطراف السياسية بالانسحاب إذا كانت فعلا تريد حكومة وأشارت هذه المصادر إلى أن الرئيس المكلف يواصل اتصالاته مع الفرقاء السياسيين من أجل بلورة الصيغة الحكومية بصورتها النهائية مؤكدة أنه متمسك بالمداورة التي أعطت وزارة الداخلية لقوى 14 أذار ومتمسك بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الجمهورية وأن ليس هناك من خلافات بينهما في شأن التشكيلة الحكومية وكشفت المصادر أن آخر عروض الحلحلة المتعلقة بالمداورة قد اقترحت أن تتم المداورة في وزارة الطاقة ضمن تكتل التغيير والإصلاح أي أن يتولى وزير من التشناق أو من كتلة فرنجي وزارة الطاقة إلا أن تيار المستقبل وبناء على هذا الطرح وبحسب المصادر رشح ألواء أشرف ريفي لوزارة الداخلية ما أثار حفيظة حزب الله فتوقفت الأمور عند هذا الحد المسار الحكومي كان محور نقاش في الرابي بين العماد عون ونائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي الذي نقل عن العماد عون أجواء حكومية متشددة سألنا عما إذا كانت المداورة هي قبل الوزارة أما الوزارة قبل المداورة هل المداورة لخدمة الحكومة أما الحكومة لخدمة المداورة حتى الساعة تبدو ولادة الحكومة العتيدة بابا لتوسيع الخلافات السياسية وتستمر في الموازات الجهود لتفادي أي تحرك ميداني كترجمة للاعتراض السياسي من قبل قوة ميني أدار ترجمة نانسي قنقر